شيء رابع عندما تكلم المسيح بهذا المثل إنما هي حقيقة حدثت مع الحاكم وطبعا الناس عارفة الحدث لأنه كان موجود في أريحة والمكان اللي تكلم منه يسوع المسيح قريب من قصر هيرودوس الأب الكبير وقريب من نفس القصر لابنه أرخلاوس اللي كان بيحكم اليهودية وأدوم والسامرة لأن المملكة قسمت بعد موت هيرودوس الأب الكبير قسمت المملكة على أولاده الثلاثة أرخلاوس كان يحكم اليهودية وفي أيامه إذا بتتذكروا رجعت العائلة المقدسة من مصر وكانوا رايحين لليهودية ولأنه أرخلاوس كان بيحكم غيروا الاتجاه وراحوا لمدينة الناصرة لكي تتم النبوة عن يسوع أنه سيدعى ناصرياً وتتم النبوة أيضاً أنه من مصر دعوت ابنه فالناس اللي بتسمع يسوع وهو بيتكلم المثل عم بدور في ذهنهم الأحداث فمثلاً كل ملك أو حاكم ينبغي مثل هيرودوس الكبير كان لازم يروح على روما حتى يأخذ التصريح ويأخذ الملكية أوراق معتمدة التي تؤكد شرعيته ومصداقية أنه الحاكم الشرعي وأنه الملك على كل البلاد وهكذا فعل أيضاً أرخلاوس أرخلاوس ابنه طبعاً مع أنه اتقسمت أوردي أبوه أعطاه اليهودية وأعطاه السامرة وأعطاه أدوم يعني كل المنطقة الجنوبية مع هذا ذهب إلى روما حتى يأخذ الشرعية والتصريح طبعاً من أغسطس قيسر لكي يملك على اليهودية والسامرة وأدوم في نفس الوقت بحسب المؤرخ يوسيفوس بنفس الوقت أرسل شيوخ اليهود بعثة تتألف من خمسين شخص وفد إلى روما إلى قيصر وقالوا هذه العبارة لا نريد أن هذا يملك علينا نفس الكلام لا نريد أن هذا يملك علينا مع أنه شيء معروف أنه كان يعني أنه من ملكه ولكن عاوز يكون ملك عاوز يكون ملك وهكذا كانت طبعاً في الأقاليم الأقاليم الرومانية مثل الجليل برية لازم يروحوا حتى يتسلموا ملكيتهم وهذا ما فعل لهذا السبب ضرب المسيح هذا المثل عن شريف الجنس بيتكلم عن نفسه عن يسوع ذهب إلى كورة بعيدة يعني ترك الأرض بموته وقيامته وصعوده ورح يجي مرة تانية للمحاسبة هاي كانت كل الفكرة من وراء المثل قالوا لا نريد أنه مثل هذا يملك علينا مع أنه لاحقاً يعني معروف في تاريخ أرخلاوس كان شرس جداً وكان فاسد جداً وبطش بالعديد من اليهود ومع أنه أغسطس لم يعطيه تايتل الملك ولكن ظل الحاكم وبسبب فساده وبسبب بطشه المستمر أقالته الحكومة الرومانية يعني عزلته بالكامل ومن هاي اللحظة ابتدأوا يحطوا ولا حكام رومان وإذا بتتذكروا بيلاطوس البونتي كان نمرة خمسة نمبر فايف الحاكم الخامس كوالي على اليهودية وحكم من ستة وعشرين ميلادي إلى طبعاً ستة وثلاثين عشر سنوات حكم فيها بيلاطوس بهاي الفترة حكم على المسيح بالموت طبعاً المثل أحبائي بيتكلم أنه هذا شريف الجنس أعطى بمثة خمسة وعشرين مكتوب وزنات يعني فيه تشابه هنا بيتكلم عن الأمناء وهذا طبعاً عملة اللي هي يعني مقياس روماني للمال والمناء اللي هو عبارة عن مثل ما بيقول في القصة هون أعطاهم الفضة العبيد الذين أعطاهم الفضة يعني كانت أعلى درجة من النحاس وأقل درجة من الذهب على أي حال المثل بيتكلم عن المناء المناء اللي هو أجرة عامل لمدة ثلاث شهور يعني المناء هي عبارة عن أجرة عامل لثلاث أشهر فطبعاً هذا ما يريد أن يوضح رب يسوع المسيح وعندما أرسلوا البعثة أغسطس رغم أنوفهم خلى أرخلاوس ولكن بسبب يعني الشكايات العديدة ضد أرخلاوس طبعاً عزلوا وأقاموا من مكانته ومن حكمه يعني بدلت السلطة الرومانية بولاة روماني لكي يحكموا في تلك الفترة اشتركوا في القناة